كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الكيني أدنباريدوالي بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وصالح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير الكيني نقل تحيات الرئيس ويليام روتو إلى الرئيس السيسي مؤكدا حرص الجانب الكيني على مواصلة تفعيل العلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات وهو ما ثمنه الرئيس السيسي مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع كينيا باعتبارها مثالا للتعاون بين الأشقاء في القارة هذا وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في ضوء حرص البلدين لتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية لا سيما في قطاع غزة والبحر الأحمر والقرن الإفريقي فضلا عن آثارها على السلم والأمن بالقارة الإفريقية حيث أشاد الوزير الكيني بالدور المصري الرشيد في ترسيخ الأمن والاستقرار بالقارة مؤكدا حرص بلاده على التنصيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركة ويعزز العمل الإفريقي المشترك على مستوى القارة ككل ترجمة نانسي قنقر